بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أهلا وسهلا ومرحبا استعينوا بالله ونبدأ الحلقة الثالثة من سلسلة التأصيل المنهجي لقضايا المرأة وهذه الحلقة تحديدا يمكن تكون أهم حلقة في السلسلة كلها لكن في البداية الآن الحلقة هذه تقدم بعد معركة حصلت نتيجة الحلقتين الماضيتين المعركة هذه كان فيها طرفان طرف يعني معارض لمكانة المرأة في الإسلام وأصلا يقول أنك مجرد أنك تقول مكانة المرأة في الإسلام هذا خطأ منهجي أصلا وطرف آخر الطرف النسوي المعروف وبفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه أن هذه السلسلة لن تتأثر من حيث المحتوى بهذه المعارك مع أنه المعركة كانت قوية جدا يعني اللي من الطرف من قوسين الذكوري يمكن ما بعرف 140 حساب 150 حساب شاركوا في حملاء على أيش ما تعرف على أيش لكن هذه السلسلة كانت ولا تزال وستبقى بإذن الله تعالى سلسلة بنائية تأصيلية منهجية ومن يصبر على ما فيها ويتعلم يعني يتابعها بنية التعلم بإذن الله تعالى ستزول عنده كثير من الإشكالات إذا كان عنده إشكالات في باب المرأة والذي يريد أن يشغب ويحارب وهو ما هو عارف إيش الطبخة أصلا وإيش الموضوع أحيانا يجي واحد يهجم على قضية وإنت أصلا جارس تقول نفس القضية يعني أنت جارس فهو يعني خلنا نقول إثارة الغبار على لا شيء لكن ما في إشكال كما قلت من أكبر النعم أنه الإنسان يرزق التركيز على ما يريد هو إيصاله ولا يتأثر بالإشكالات والمعارك هذا فضلا عن الألفاظ القذرة والواقحة والمعاني المنحطة التي سارت في هذه الحملة والحمد لله لا يزداد الإنسان إلا يقينا وتمسكا بما يؤمن به من الصواب سبحان الله من أكثر الأشياء التي تزيدك يقينا بالإسلام وصحته وبالسنة وقيمتها أن ترى أثرها السلوكي عليك ترى أثرها السلوكي عليك هذا دليل عظيم جدا يشعر به الإنسان حين ترى الآخر بقدر ابتعاده عن الكتاب والسنة بقدر ما يكون عنده من الإشكال تدرك هذه المفارقة الكبيرة طبعا هناك مؤثرات أخرى لكن هذا معنى أردت الابتداء به بالنسبة لمادة اليوم المرأة في المجتمع النبوي المرأة في المجتمع النبوي هذا موضوع ضخم جدا جدا أنا لا أعرف كيف يمكن أن أوفي بعضه أو كثيرا منه اليوم ولكن سيكون له حلقة واحدة في السلسلة لن يكون له حلقة أخرى الحلقة القادمة بإذن الله ستكون عن المرأة في التاريخ الإسلامي وليس بهذا الإطلاق ولكن سيكون التركيز تحديدا على امتداد آثار المدرسة النبوية على النساء في الجيل الأول اللي هو الجيل الصحابيات بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيكون التركيز على هذا المعنى وهنا قضية منهجية مهمة وهي أن إبراز النموذج الصحيح وصناعة النموذج الصحيح ووجود النموذج الصحيح أنفع بكثير جدا من تزييف أو إبطال النماذج الخاطئة وإن كان هذا مهم يعني أنه يتم الرد على النماذج الخاطئة لكن المشكلة وهذا بالمناسبة جزء من المشكلة اللي حصلت حملة أنه يكون فيه مهاجمة للطرف المخطئ مهاجمة 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 أنتم مدري إيش أنتم أنتم أي وطيب وين النموذج ما في إبراز نموذج ما في إبراز نموذج لذلك التركيز على المرأة في المجتمع النبوي والتركيز على المرأة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو من جزء من إبراز النموذج على أنه هناك سلسلة تسير وعبر للمصلحين فيها بعض النماذج النسائية طيب إذن هذه النقطة الأولى وهي أهمية هذا الموضوع باعتبار إيجاد النموذج أو التنبيه على النموذج الصحيح والمهم جدا النقطة الثانية هذه كلها مقدمات هذه مجموعة مقدمات المقدمة الثانية هي أن حالة المرأة في المجتمع النبوي حالة واسعة الأدوار وواسعة النماذج بحيث أنه حقا لو حذفت دور المرأة أو الأحاديث التي وردت فيها المرأة أو المواقف التي وردت فيها المرأة لو حذفتها من السيرة أو حذفتها من السنة لنقص شيء كبير جدا هذا الكلام ليس طبطبة ليس أنه يا نساء شوفوا مكانتكم لا لا هذا واقع هذا هو الواقع الذي كان هذا هو الواقع الذي كان بمعنى أنه وأنا أتعجب يعني أتعجب من قبل فترة لما ذكرت أنه المرأة لها دور لها عظيم في الدعوة وكذا فيجيك هجمة باسم الشريعة وباسم لهذا أنه خلاصة الكرام أقول احترم نفسك المرأة في البيت طيب المرأة في البيت هذه قضية مسألة شرعية تناقش اللي هي خروج المرأة وحدود وضوء هذا مسألة شرعية تمام؟ بسيما نتكلم عن أدوار ترى فيه مساحات واسعة أنت تجهلها وأنت إذا ظننت أنه ما تعتقده هو الحق فأنت جاهل جاهل وسيأتينا اليوم كيف أنه المساحة واسعة وكبيرة جدا وحاولت أن أرتب بعض هذه الأدوار وهذه المساحات بحيث أنه نحاول نقر بالصورة لكن لا يمكنني أن أحيط بالصورة في هذه المادة اليوم المقدمة الثالثة حالة المجتمع النبوي وحالة المرأة في المجتمع النبوي بضبط النبي صلى الله عليه وسلم وبإشراف النبي صلى الله عليه وسلم حالة فيها اتزان رهيب اتزان رهيب هذا اللافت هذا اللافت يعني لما تستعرض ما حصل وما جاء وما جرى ثم تنظر إلى حالة الاتزان حالة الاتزان بمعنى أنك تنظر إلى واقع موجود اليوم من جهة الإغلاق والإنغلاق والتشدد ثم تقيسه على حالة المجتمع النبوي ترى مفارق ترى مفارق أحيانا يقع هذا التشدد والإنغلاق بحسن نية أو بتوهم معرفي تمام؟ يظن الإنسان أن الحق كذلك وأحيانا يكون بتغليب العادات الاجتماعية والأهواء الشخصية لهذا شوف اتزان من هذه الناحية ومن الناحية الأخرى من الناحية الأخرى فيه ابتعاد كبير عن واقع تمييعي واقع تمييعي واقع لا يراعي ولا ينظر إلى جانب الفتنة بين الرجال والنساء ولا يعتبر هذه القضية شيئا أنا أتكلم هنا حتى عن واقع إسلامي إسلامي أنه سواء نتيجة تشدد والإنغلاق أو نتيجة فهم خاطئ أو نتيجة رضوخ لضغط واقع أو أي أن كان تجد أنه أحيانا يتم التعلق ببعض المواقف في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أنه شوف المرأة كيف كانت الحمد لله كان فيه انفتاح وكان فيه وكان فيه وينسى جانب الضوابط اللي كانت موجودة الضوابط اللي كانت موجودة فأنت لما تأخذ الصورة الشمولية للمجتمع النبوي تجد هذه حالة الاتزان حالة الاتزان وحالة الاتزان هذه سرها سرها هو أن هناك منظومة شريعية وغاية يسعى المجتمع لتحقيقها فتنتظم الأجزاء والتفاصيل بين قوسين التي قد ترى متناقضة لتصب في غاية أكبر منها فهذه قضية في غاية الأهمية طيب مقدمة الرابعة هي أن تنبيه منهجي الاقتداء بالحالة النبوية بشكل عام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء في باب المرأة أو غيره لابد أن يكون اقتداء يراعي المعنى ولا ينحصر في الألفاظ أو في الصور الظاهرة جيد بمعنى أنه أحيانا في باب المرأة تأتي بعض الأشياء فيقولك أنا اقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى تحديدا في هذا القضية تحديدا دعنا نقول مثلا في غير باب المرأة صورة واضحة قضية اللباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا ورداءا واحد يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن اقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم يلا اليوم أنا ألبس إزار ورداء وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا اقتداء لا يراعي المعنى النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الذي يمكن اقتداء به في النبي صلى الله عليه وسلم في باب اللباس هو اللباس العرفي ببعض أيضا الصفات التقييدية لكن هذا المعنى العام فالاقتداء بالحالة النبوية ليس هو الاقتداء باستنساخ الألفاظ نفسها ومحاولة تطبيقها اليوم ولذلك المقدمة الخامسة وهي مقدمة متممة لهذا المعنى أن الاشتراك في بعض الألفاظ بين واقع اليوم وبين واقع النبي صلى الله عليه وسلم وواقع المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني الاشتراك في جميع صور هذا اللفظ مثلا عمل المرأة لما نحن نقول عمل المرأة اليوم يجب البال صيغة معينة لعمل المرأة نموذج معينة لعمل المرأة لوازم معينة لعمل المرأة جيد لما تقول عمل المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي ببعض النماذج لازم تفهم القضية أنه ليست هي لفظ يطابق اللفظ بما أنه المرأة عملت في ذلك الوقت إذن المرأة تعمل اليوم بصيغة اليوم أين كانت هذه الصيغة طالما أن أصل العمل ثابت وإنما يجب اعتبار المعنى أيضا ومراعاة الضوابط والحدود واضح؟ طيب المقدمة السادسة المقدمة السادسة هي في أن أبرز ما يراد تصويره أو إيضاحه أو إبرازه من هذه المادة اليوم مادة المرأة في مجتمع النبوي هو القضايا الكلية المرتبطة باهتمامات المرأة في المجتمع النبوي بمعنى أنه أحيانا لما تجد تقول المرأة في المجتمع النبوي يجي يقول لك والله المرأة في المجتمع النبوي كان عندها أريحية في هذه الناحية وكان عندها كان في بعض الضوابط في هذه الناحية اللي يتفكيك الصورة إلى أجزاء تفصيلي بينما الذي أريد أن أبرزه اليوم هي ما القضايا التي كانت تشغل المرأة في المجتمع النبوي واضح؟ ما القضايا التي كانت تشغل المرأة في المجتمع النبوي ونحاول نلملم من التفاصيل والأجزاء نتائج وعناوين كلية وهناك مجموعة من الموضوعات التي ستأتي تبعا لهذا العنوان الكبير المرتبط بالقضايا الكلي إذن المقدمة الأخيرة هي أن من الصواب أو من المنهجية لملمت أجزاء ما ورد في تفاصيل عن المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم واستخراج القضايا الكلية وما يشغل المرأة وما يمكن أن ينتظم هذه الأجزاء وعدم التفكيك والاكتفاء بالأجزاء والتفاصيل هذه كانت العنوان الأول في مادة اليوم وهو المقدمات المرتبطة بهذا الموضوع الآن ننتقل إلى العنوان الثاني وهو القضايا الكبرى التي كانت تشغل المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم سأذكرها بشكل مجمل بعدين سنتقل إلى العنوان أخرى بحيث يتم إثبات هذا بشكل تفصيلي طيب حين نقول قضايا الكبرى فحين نتكلم عن أهم القضايا الكبرى ليس بالضرورة أنه لا يكون هناك أي قضية أخرى اهتمت بها المرأة جيد وإنما هذه مجموعة أنا لاحظت أن هناك ثلاث قضايا ثلاث قضايا كانت تشغل المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا ننسى أنه نحن نتكلم عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتكلم عن وقت المرحلة الأولى من الإسلام وقت الانشغال بتأسيس المجتمع المسلم وقت الانشغال بتبليغ رسالة الله وقت الانشغال ببث هذا النور وبالتالي طبيعي أن يكون انعكاس هذا على المجتمع انعكاسا واضحا على أنه وللطبيعة البشرية حصلت حالات من النقص والخطأ وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم حسنا أنا لاحظت أن هناك ثلاث قضايا كبرى يمكن أن نقول أنها من أهم ما كان يشغل المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم القضية الأولى قضية التعلم قضية تعلم أو العلم والمقصود هنا تحديدا تعلم الدين والتفقه فيه في صورته التي كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم القضية الثانية الكبرى التي كانت تشغل المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية الامتثال والاستجابة لداعي العلم العمل بالعلم التطبيق العملي للعلم هذه قضية كانت مشغلة وكانت قضية كبرى بمعنى أن التعلم والتعليم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قضية معرفية مجردة لم يكن قضية معرفية مجردة وهذا العكاس لتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهي نتيجة المقدمة اللي يقول إنه الاشتراك في اللفظ لا يعني المطابق إحنا ما نقول التعلم أحيانا نجيب البال الآن أنه التعلم التعليم المجرد المجرد المنفك عن المقتضيات التطبيقية طيب هذه القضية الثانية الكبرى التي كانت تشغل المرأة وهي قضية الامتثال والاستجابة والانقياد ومتابعة العلم بالعمل القضية الثالثة الكبرى التي كانت تشغل المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هي نصرة القضية الكبرى المشتركة بين الرجال والنساء بين الصحابة والصحابيات في تلك المرحلة وهي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام وهذا جزء من الاستجابة للتعلم ولكن لكثرته وكثرة شواهده وانفراده صار هذه القضية الكبرى وأنا أعتقد أن هذه القضية الثالثة ربما تكون هي أكبر قضية كانت تشغل المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم جيد ولذلك ولذلك إذا أردنا أن نتحدث اليوم عن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجابة النساء اليوم المؤمنات التي يهمهن أمر دينهن وأمر الغاية التي خلقنا لأجلها فتسليط الضوء على هذه القضايا الكبرى ومحاولة تحقيق دور المرأة في هذه الدوائر الكبرى أنا أعتقد أنه هو من أفضل وأكثر صور الصور التي يمكن أن تحقق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة من مدرسته والاستفادة من مدرسته طيب هذه الآن ثلاثة قضايا كبرى طيب فين نجد شواهد لهذا المعنى الشواهد طبعا كثيرة جدا جدا لكن خلينا أذكر الآن أمثلة غير منظمة سريعة لنعلق عليها كثيرا سريعة بعدين نأتي للأمثلة التفصيلية ومنظمة ومحزمة بس الآن أريد أن أذكر بعض الأمثلة كذا سريعة أنا أمر عليها كيف لما نقول قضية كبرى أنا ما أقول الآن أنها كانت تعمل كذا ما أقول أن المرأة كانت تنصر الإسلام هذا شيء وأن القضية الكبرى كانت نصرة الإسلام والمسلمين هذا شيء آخر لما نقول المرأة كانت تعمل بالعلم هذا شيء لما نقول قضية كبيرة مشغلة وهي قضية أن من القضايا الكبرى الإنقياد والامتثال فهذا شيء آخر واضح؟ طيب خلينا نأخذ أمثلة سريعة المرأة السوداء التي كانت تصرع المرأة السوداء التي كانت تصرع وهذه قصة صحيحة في صحيح البخاري وهي من أعجب القصص كانت امرأة سوداء تصرع فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أريد منك أن تدعو الله لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتي صبرتي ولك الجنة وإن شئتي دعوت الله لك إن شئتي صبرتي ولك الجنة وإن شئتي دعوت الله لك طيب لو دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم هل ما راح تدخل الجنة؟ لا ما فيه بس هو الفكرة أن هذا العمل الآن لو صبرت عليه هذه القضية راح تدخل الجنة فكرة أنه يا جماعة ترهوه مو موقف هو فكرة أنه في تأسيس سابق يجعل قضية الامتثال والاستجابة قضية كبرى ومقدمة بحيث أنها رضيت أن تبقى بقية عمرها في هذا البلاء اللي هو الصرع وأنها تطيح أمام الناس تمام؟ بهذه الطريقة بس عشان أنه ولك الجنة فقالت يا رسول الله بل أصبر ولكن أنا إذا صرعت أتكشف فدعو الله ألا أتكشف فدعو الله لها وبس تهت القضية هذا موقف كما قلت ممكن يأخذك موقف عابر ممكن يأخذك موقف في فضل الصبر ممكن يأخذك موقف في لكن أنا بالنسبة لي الموقف هذا مختلف تماما هذا الموقف هو دليل على ثقافة معيارية دليل على قضية كبرى كانت تشغل الإنسان في ذلك الوقت وهي تحقيق الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى تحقيق الاستجابة تحقيق الانقياد تحقيق الطاعة فهذا المثال من الأمثلة العجيبة جدا من الأمثلة أيضا حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال وكان أكثر من يتصدق النساء وكان أكثر من يتصدق النساء هذه صورة من صور الامتثال والاستجابة والكثرة صورة أخرى وهي في صحيح البخاري قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل عمل أفلا نجاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أفضل الجهاد حج مبرور أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف الدافع المحرك الباعث جيد مثال آخر وهو وإن كان خاطئا أو فيه خطأ لكن هو يدل على المعنى تمام اللي هو حالات الزيادة اللي كانت تفعلها النساء في العبادة تمام هي حالات الزيادة ناشئة عن أصلا وجود قضية الامتثال والحرص عليها ولكن لأن الحالة النبوية أو المعيار النبوي هو المتزن فكان يعالج الزيادة كما كان يعالج النقص لذلك تعلمون لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى حبلا بين ساريتين في المسجد فقيل ما هذا قال هذا الحبل لامرأة تصلي بالليل فإذا فترت تعلقت هذه الزيادة لا تأتي إلا بوجود حالة الشحن الإيماني الكبير والعقيدة الراسخة والتطلع ولكن جاء الضبط النبوي جاء الضبط النبوي وهذه جوانب لما يتم الحديث عن المرأة المفترض تذكر المشكلة إيش؟ في مشكلة بعض من يعالج القضية من ناحية إسلامية بالنسبة للمرأة إيش يجي يشوف الواقع إيش فيه قوالب مثلا حقوق المرأة حق المرأة في العمل ويروح يبحث من السنة عما يسد الفراغ عما يسد الفراغ شوف المرأة السنة كفلت الدين كفل لك يحق ذا تمام؟ المطالبة يمدر إيش خلنا ندور يلا يلا شوف والله في حديث يدل على هذه المطالبة شوفوا الدين الحمد لله كفل لكم كذا لا مع أنه الدين في ساعة كبير الدين بالمناسبة أوسع من كثير من التمثلات الدينية الموجودة في الواقع لكن الفكرة هي أيضا أن توسع الدائرة وفهم إيش القضايا التي كانت إيش السماءات التي كانت كان الإسلام يريد للإنسان المسلم أن يحلق فيها رجلا كان أو امرأة ولا تحصل القضية في قوالب موجودة اليوم من المواقف أيضا في صحيح البخاري ومسلم عقوة بن عامر قال يا رسول الله نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله إلى المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي وتركب عرض علي وناس من أمتي يغزون يركبون ثبجة هذا البحر غزاة في سبيل الله قالت أم حرام يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم هذه القضية التي كانت مشغلة الآن هذه أمثلة سريعة فقط ثم ننتقل إلى العنوان الثالث في هذه المادة وهو العنوان الطويل والكبير وهو اللي أرجو أن نخلص بعض تفاصيله اللي هو عنوان الجوانب والمجالات والأدوار التي كانت للمرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الآن ما تتكلم من ناحية الحقوق للمرأة من ناحية تعلق جيد أنها متعلقة بالمرأة تأثرا وتأثيرا سواء كانت هي فاعلة فيه أو هي متأثرة به جيد فأنا الآن سأذكر مجموعة من المجالات والأدوار والأفعال وهذه ليس بالضرورة أن تكون كلها أفعال أو كلها أدوار مجالات مجالات حزم قضايا أيا كان تمام المصطلحات ليست مشكلة الآن بعضها بعض ما سأذكر سيكون أدوارا أدوارا هي عملتها المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه سيكون أمور روعية في حقها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم جيد أنا ما أتكلم الآن عن مثل الدرس السابق اللي هو النصوص الوحيين في مكانة المرأة لا هذا انتهى تمام نحن نتكلم اليوم عن أمور عملية تطبيقية وقعت في المجتمع النبوي سواء أكانت المرأة فيه هي الفاعل أو هي المتأثر واضح أو محل التأثير أو محل المراعة طيب إذن هذا هو العنوان دعونا الآن نأخذ المجالات تمام المجال الأول المجال الأول وهو من مجال الأدوار أغلب المجالات اللي رح أذكرها هي أدوار أدوار عملتها المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الدور الأول أو المجال الأول مؤازرة الدعاء والمصلحين هذه نستعمل الدعاء والمصلحين باعتبار العمومي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مؤازرة الدعاء والمصلحين ودعمهم أو ودعمهم وإسنادهم نفسيا ومعنويا وحسيا نفسيا ومعنويا وحسيا هذا العنوان أو هذا المجال أو هذا الدور هو من أعظم الأدوار التي لعبتها المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم جيد وسأذكر الآن مجموعة من النماذج والأمثلة المثبتة له وهذا يعود إلى القضية الكبرى الثالثة اللي هي نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم جيد طيب أمثلة مثال الأول خديجة رضي الله تعالى عنها ومؤازرتها للنبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه لو نذكر تفصيل هذه القضية سنأخذ مادة كاملة عن دور خديجة والحمد لله أنه ليس مجهولا ودورها عظيم جدا في المرحلة الأشد من وقت النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أو في المرحلة المكية فهذا المثال الأول وبدون تفصيل المثال الثاني دور أسماء بنت أبي بكر في الهجرة لما أخذت نطاقها فجعلته للنبي صلى الله عليه وسلم والأبي بكر في استعمالهم للسفر مثال ثالث فاطمة رضي الله تعالى عنها لما أزالت سلى الجزور عن النبي صلى الله عليه وسلم حين وضعه عليه مشركوا قريش وهذا في البخاري وبالمناسبة هو ترى كان فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان حاضرا هذا المشهد وهذا الحديث الذي ذكره ابن مسعود ومن أشق من أشق ما يمكن أن يروى في الابتلاء والصعوبة والقهر ومن أشد ما يمكن أن يصور إيش البلاء طبيعة البلاء اللي كان في ذلك الوقت لأنه مهما تقول أنت كان في مكة تضييق على المسلمين والصحابة كانوا يعذبون ايه تمام والله صحيح شديد بس لما تشوف هذا الحديث تحديدا اللي يقدر كده يستوعب المعنى يعني لأنه إيش ابن مسعود يقول أنه المشركين وضعوا سل الجزور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد المشيمة وما إلى ذلك من الفضلات في الجزور تمام مش هد يعني أنت ما تقدر تتخيل يقول بمسعود وأنا أنظر لو كان لي منعة وأنا أنظر لو كان لي منعة يعني ما قدرت تسوي شيء مو ما قدرت تسوي شيء وقتها حتى بعدها ما قدرت تسوي شيء ما قدرت تسوي شيء لو كان لي منعة تمام جاءت فاطمة رضي الله وتعالى عنها وأزالت عين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذى وبلا شك مشركوا قرائش كانوا يعني عندهم بعض الأصول العربية في يعني أنه هذه امرأة وكذا وآخره ونسبها فأزالت عين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذى طبعا هذا معناه أنه في متابعة في اهتمام في إدراك في التحديات ما هي معزولة عن الواقع الدعوي ما هي معزولة عن التحديات التي يمر بها المصلح والداعية وما هي معزولة عن أنه إيش هم يسووا هي عارفة إيش جالس يسووا عارفة الأذى اللي يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة وجاءت وأزالت الأذى الموقف الرابع موقف فاطمة أيضا رضي الله وتعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم حين جرح في أحد فكانت هي التي تعالج الجرح في ذلك المكان الموقف الخامس وهو حديث مهم جدا يعني مركزي في الموضوع مركزي جدا أم عطية أم عطية هذه عجيبة وتستحق الإفراد حقيقة في صحيح مسلم تقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى هذا في صحيح الإمام مسلم عن أم عطية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرح وأقوم على المرضى صحيح الإمام مسلم طيب المثال السادس أم سليم رضي الله تعالى عنها في مؤازرتها لأبي طلحة يوم وفات ابنه وكان يحبه وابنه هذا هو أبو عمير الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل أنه غير لما مات وأم سليم أخذت تداري أبا طلحة مداراة كبيرة وتقنعه ليصبر كانت تقول لو أن قوما أعطوا قوما عارية أو أمانة فاستردوها فإن الله قد أخذ لك ابنك هذا الموقف المؤازرة لمحاولة تصبيره والوقوف معه مع أنه الإنسان يتخيل أنه طب هي أم الولد اللي مات يعني أنه الأم عاطفتها أشد وأكثر شفقة والمتوقع أنه هي التي تكون أكثر جزعا جيد ولكن هنا في هذا المقام قامت هي بدور المصبر وهذا يعني في المقاييس الدنيوية الصغيرة هذا شيء صعب في المقاييس تلك كان ممكنا ومفهوما المثال السادس الهجرة للحبشة مع أزواجهن هجرة النساء للحبشة مع أزواجهن يعني هذا من جهة في مؤازرة للمؤمنين ومن جهة في حرص وتمسك وتشبث بهذا الإسلام وهذه الهجرة ليست شيئا سهلا أبدا 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 أنت في مكة في وسط العرب في قلب يعني نقول شرف القبائل ثم تذهب إلى الحبشة ما تعرف إيش مصيرك ما تعرف كم راح تجلس وبالفعل جلسوا إلى عام سبعة للهجرة سنوات طويلة يعني يمكن نصف المرحلة النبوية وهم في تلك البلاد المثال السابع عن الربيع رضي الله تعالى عنها قالت وهذه الربيع أيضا تحتاج أفراد قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم أو نخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة وهذا الدور واضح أنه لم يكن دورا استثنائيا يعني مو أنه مثلا أنه النساء يعني يلا خلينا ما نهمل لا لا هي الفكرة أنه كان دورهم أساسي خاصة في أحد تحديدا أنه نحمل الجرحى والقتلى إلى المدينة هذا في أحد تحديدا وممكن يكون في الأحزاب أيضا طيب هذه مجموعة مواقف نحن ذكرنا سبعة مواقف نحن سبعة مواقف خلنا نختم بثامن وإلا فيك كثير جدا موقف الثامن موقف أم سليم في خروجها مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزوها معه في يوم حنين وكانت مع زوجها أبي طلحة رضي الله تعالى عنه واتخذت كمان في الصحيح مسلم اتخذت خنجرا فقال أبو طلحة ما هذا يا أم سليم قالت خنجر يعني قاتل فيه أو دافع فيها النفسي فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظر أم سليم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالنا ما هذا أم سليم قالت خنجر إن اقترب مني مشرك بقرت بطنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثمانية مواقف الآن سريعة ولاحظوا أنه هي ما هي ثمانية مواقف فقط تسعة هي ما هي بس تسعة هي الفكرة أنه الربيع تقول كنا كنا يعني هي مؤنو الحالها تمام فأنت تأخذ من الموقف هذا الحال قصة تمام وفي واحد منها في سبع مرات أنه غزوته مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات يعني هذا مو موقف أنت نقول تسعة مواقف هو مو موقف هو غزة تسعة سبع مرات جيد وما يخفاكم أنه هذا تقدر تستلهم منه أشياء يعني هي الفكرة أنه حتى يحدث هذا لازم فيه أرضية قابلة لمثل هذا العمل فهذا الآن المجال أو الدور الأول الذي كان للمرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هناك مواقف كثيرة أخرى هذه فقط نكتفي الآن بهذه طيب المجال أو الدور الثاني الصمود الفردي والمسؤولية الذاتية في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالدين والثبات عليه ونصرته الصمود الفردي والمسؤولية الذاتية في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالدين والثبات عليه ونصرته هذا من أدوار المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاحظة أنا أفردت عن السابق لأن السابق كان في واضح معنى المؤازرة كنا نغزو معهم فنخدمهم ونحمل الجرحة هذا في معنى تحمل المسؤولية الفردية حتى إن كنت أنا مرأة تحمل المسؤولية الفردية أني أنا أتحمل تداعيات هذا الحدث طيب أول شيء سأذكر مثالا هو مهم أن يذكر لأنه مذكور في القرآن لكنه لم يكن في المجتمع النبوي اللي هو آسيا آسيا امرأة فرعون وأظن هذا المثال يعني خلنا نقول هو المثال النموذجي المعياري الأكبر في تحقيق هذا المعنى وخلنا نقول تمثلوا في المجتمع النبوي وأنه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها تكلم عنها غير القرآن شيء طيب هذه قضية مهمة تمام اللي هو قضية آسيا ودورها وثباتها واتخادها يعني تخيل في قصر فرعون طيب واحد اثنين أم سليم مرة أخرى أم سليم في تحملها المسؤولية الفردية في إسلامها مقابل كفر زوجها الأول اللي هو مالك ابن النظر قبل أبو طلحة كان مالك زوجها هو والد أنس بن مالك أنس بن مالك أمه أم سليم وأبوه مالك ابن النظر أبوه كافر فمالك ابن النظر هذا لم يسلم وصار فيه نقاش بينه وبين أم سليم فأبت إلا أن تسلم وتحملت هذا القرار وانفصل فهذا تحمل المسؤولية الفردية وأيضا روي أن أبو طلحة لما جاء يخطبها قالت أني ما أمكنك حتى تسلم وكان هذا من أسباب إسلام أبي طلحة رضي الله تعانى عنه طيب هذا الآن الموقف الثاني الموقف الثالث ثبات أم حبيبة رضي الله تعانى عنها في مقابل ارتداد زوجها عبيد الله بن جحش في الحبشة هذا صلى الله العافية هاجر للحبشة وارتد هناك تنصر وما تنصرانه أم حبيبة ثبتت على إسلامها ولم تكن القضية هي تسليم القياد لزوجها وإنما تحمل وهي نتيجة قضية الأولويات إنه هي أصلا مربية عليش هي إش القضية الكبرى التي تشغلها هي قضية الكبرى ليست إنه زوجي حبيبي لا القضية الكبرى ترى هي إنه أنا وأنت في طريق أعظم إنه أنا وأنت في طريق أعظم تمام إذا أنت قررت إنك ترتد اما تبغى ترجع الباب يوسع جمل على قوله كيفك يستريل لك هذا الحق وهذا الذي عرفته وهذا فراق وبيني وبينك هذا فراق وبيني وبينك طيب هذا الموقف الرابع وهو موقف أم حبيبة في مقابل ارتداد زوجها عبيد الله بن جحس الموقف الخامس وهو موقف من أعجب المواقف المهاجرات بعد صلح الحديبية بعد صلح الحديبي لما وقع العهد وهذا مر في الدرس السابق لما وقع العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش في صلح الحديبية أنه من يأتيك كذا تترده إلينا جاء بعض المؤمنات مهاجرات فأنزل الله الآية أنه لا ما يرجعنا فلا ترجعهن إلى الكفار هو الفكرة أنه تحمل المسؤولية الفردية والخروج فرارا لأنه عندك مثلا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيد عقبة بن أبي معيد تعرف من أعتى وأشد ويعني أقذر المشركين الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه أم كلثوم بنتهم وخرجت من مكة مهاجرة وهي عاتق يعني كانت في سن صغير يعني يمكن ما أعرف كم كان عمرها بس يمكن كان عمرها 15 أو 16 هذا الأمر يعني عاتق عمرهم صغير فخرجت وجاء أهلها يطالبون بها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لم يردها إليهم لأنه جاء الاستثناء الإلهي للنساء تحديدا لكن لما جاء أبو بصير وهذا رده رده طبعا أنت أعرف أم فلت أو بصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمي مسعر وحرب لو كان أهل رجال هذه تحملت مسؤوليتها الفردية هي اتخذت القرار وتحملت وهاجرت من مكة إلى المدينة ووصلت إلى المدينة وجاء أهلها يطالبون بها ولم يردها النبي صلى الله عليه وسلم مما لفت هذه خمس مواقف مما لفت الانتباه يعني يمكن نجعله أن نجعله عنوانا سادس مثالا سادسا وممكن نجعله تذيلا أو توقيعا وهو شيء جميل ورطيف قال الزهري في صح البخاري ما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها ما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها خليني أضيف لها أنا كنت وضع عنوان ثالث يعني دور ثالث أو مجال ثالث في تحمل الأعباء في سبيل الله وكذا خليني ألغي هذا العنوان لأنه خليني نتعبر ضمن المسؤولية الفردية وتحمل القرارات المصرية والثبات فخليني أذكر بعض الأمثلة كمان أنا ذكرنا ستة سابع سمية أنا كنت حاطة في تحمل الأعباء والصبر على الأذى في سبيل الله لكن خليني أدمجه في تحمل القرارات الفردية والمصيرية في الثبات وكذا فسمية طبعا إذا احنا دمجناها فسمية رح ترجع بعد آسيا هنقول آسيا بعدين سمية تمام وسمية موقفها غريب يعني وعجيب ومذهل وهذا يوضح قضية أنه على إيش ربه على ماذا ربه على ماذا ربهم النبي صلى الله عليه وسلم طيب طبعا تعرفون عذبها أبو جهل ساومها على الرجوع عن دينها ما رجعت عن دينها قتلها قتلها رضي الله تعالى عنها وكما تعلمون يعني يشتهر في بعض الكتب السير أنها أول شهيدة في الإسلام طيب هذه إذن طبعا وخلينا نذيل بتذيل أخير وهو تذيل لاستحق التوقف وهو قول الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض أنا لفت انتباهي إكمال الآية وتتمتها يعني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئاتهم ودمج ختام الآية بأولها يعني يوضح أنه هذا كان أو بعضه كان من الأدوار الذي كان يعملها الذكر والأنثى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المفترض أنه من الدور الأول والدور الثاني والأمثلة الكثيرة التي ذكرتها أنه المرأة المسلمة المستقيمة الملتزمة المفروض تعيد تعريف نفسها اليوم وتعيد تعريف أدوارها وترجع وتنظر أنه إيش المسؤولية اللي عليها وإيش هي ممكن تقدم وقداش هي ممكن تثبت وقداش هي ممكن تصبر وقداش هي ممكن تساعد وقداش هي ممكن تقدم وقداش هي ممكن تؤازر وقد إيش أنه في عوالم من السمو ويمكن أن تعمل فيها أعلى بكثير من أنه خليك قوي وطالبي بحقوقك ومناضلة وبعدين قد يكونوا من الحق وقد يكونوا من الباطل أصلا جيد بس أنه انحصار يعني ذهني صغير فإنه طالبي 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 ومناضلة وتحمل ومدر إيش وتصبر على الأذى وبعدين يكون هذا الحق وعبارة عن شيء يسير قد يكونه كما قلت فعلا هو حق من الحقوق المرأة المشروعة التي كفلها وقد لا يكون وقد لا يكون كذلك الممكن لحد تناضل 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 يكون الطلب هو الشذوء مثلا وممكن تناضل 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 ويكون طلبها شيء من الحقوق التي كفلها الإسلام ولكن الفكرة أنه لا تنحصر لا ينحصر دهن طاقة المرأة المسلمة في هذا الأفق فقط وإنما هناك أفاق أعلى منه بكثير الدور الثالث أو المجال الثالث هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا أكثر ما سيظهر في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لأن الحلقة القادمة سنتكلم عن الصحابيات بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهنا راح يجي قضية رواية الحديث وتعليم الصحابيات والمدرج وهذا كله سيأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر أكثر تعرف لأنه يعني الدعوة وقت النبي صلى الله عليه وسلم مجالها أضيق بكثير من الدعوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله وقت النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال أوسع بكثير كمجالات منها للمرأة وهو بشكل عام بشكل عام مجال الدعوة إلى الله مجال وفرص الرجال فيه أكثر وأوسع من مجال النساء على أن للنساء مجالا فيه لكن أذكر بعض الأمثلة أيضا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من الأمثلة المشهورة مثال فاطمة مع أخيها عمر بن خطاب في قصة إسلام عمر وإن كانت القصة في أساسها مما يروى في السيرة لكن مثل هذه القصص لا يشدد فيها تشديد الحاديث وليس تأسيس الأحكام بناء على هذه القصة وإنما هي مثال من الأمثلة فهذا مثال دورها في دعوة أخيها عمر بن خطاب رضي الله عنه المثال الثاني حديث صاحبة المزادتين ويمكن موم الشهور وكثير من الناس ما يعرفه فالبخاري مسلم اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفار ومر ب كان نقص عندهم الماء ومروا بامرأة وهذه الامرأة ما كانت مسلمة طبعا وطلب منها الماء وكان معها مزادتين وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وحصل كثرة الماء على يديه عليه الصلاة والسلام حصلت معجزة المهم أنها أسلمت وبعدين كان عجيب هذا كان الصحابة عندما يرسل السراية كانوا يغيروا على مناطق من الكفار ذاك الحي أو القرية أو البلد اللي فيها تلك المرأة ما كانوا يهجم عليها رعاية لمكانها وقالت هذه المرأة بعدين قالت والله ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم إلا عمدا فهل لكم في الإسلام هكذا قالت فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام هذا في البخاري فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا والقوم أسلموا على تبعه تبع هذه المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم طيب الآن هذا مجال من المجالات التي كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة طيب المجال الخامس المجال الرابع المجال الرابع مجال التعلم وطلب العلم وهذا المجال والدور كان يتمثل في صور وليس فقط في مواقف في صور متعددة واحدة من أبرز الصور واحدة من أبرز الصور في وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في التعلم صورة الاستفتاء وهذا كثير هناك حديث كثيرة فيها أن المرأة جاءت سائلة مستفتية طالبة لمعرفة الحكم الشرعي جيد وتعلمون أنه نتيجة هذه الأسئلة قالت من قالت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورد في أكثر من حديث منها عائشة قالت يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين أو أن يتعلمن وهذا العنوان يلخص فكرة التفقه في الدين بالنسبة لي بوسيلة الاستفتاء بوسيلة الاستفتاء إذن المثال الأول أو دعنا نقول الوسيلة الأولى من وسائل التعلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم والذي له صور كثيرة وكما قلت هذا ليس موقفاً هي مواقف هي الفتوى الاستفتاء و لم يكن لم تكن الصورة هي أنه أنا لن لا أسأل بشكل مباشر لا أذهب بشكل مباشر جيد وإنما لابد أن يسأل أحد عني ممكن تجد بعض الأمثلة لكن يوجد أمثلة متعددة واضحة أنه هو السؤال المباشر السؤال المباشر وهذا فيه له أمثلة وشواهد كثيرة طيب من النقطة اثنين أو مثال اثنين الحرص على أن يكون لهن شيء خاص في التعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما تعلمون في الحديث الصحيح عند البخاري قالت يا رسول الله قالوا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما لقيهن فيه وعلمهن أو وعظهن وذكرهن و المثال الثالث بس بالعكس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهن ببعض العلم أو خصهن ببعض الموعظة وذلك في الحديث المشهور في صلاة العيدين في صلاة العيد لما النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز صفوف الرجال إلى صفوف النساء وكان معه بلال ووعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقة وكان بلال هو الذي يدور على النساء بثوبه يجمع منهن الصدقات ويقول هلما فداء لكن أبي وأمي بلال كان يقول للنساء وهو يجمع الصدقات هلما فداء لكن أبي أو فدى لكن أبي وأمي طيب هذا مثال ثالث مثال رابع وهو مثال خلنا نقول كذا لطيف وطريف وليس مثال واحد وهو العلم الذي نتج عن مجموع مواقف النساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالضرورة أن يكون الموقف نفسه هو التعلم المباشر وعنده مثال واحد بس من أم سليم رضي الله وتعالى عنه أنه البخاري رحمه الله وتعالى كما ذكرت في قصة أم سليم في سيرونا بواب أبوابا من العلم نتيجة قصص لأم سليم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تمام فمثلا سأقرأ عليكم سريعا هذه أبواب كلها في صح البخاري تحت أحاديث مرتبطة بأم سليم باب الحياء في العلم باب المرأة وحدها تكون صفا باب صلاة النساء خلف الرجال باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين باب من زار قوما فلم يفطر عندهم باب فضل المنيحة باب فضل من جهز غازيا وخلفه بخير باب الهدية للعروس باب من أكل حتى شبع باب إذا حلف ألا يأتدم باب تسمية المولود غدا تيولد لمن لم يعق وتحنيكه باب المعاريض مندوحة عن الكذب باب من زار قوما فقال عندهم من القيلولة باب قول الله تعالى وصل عليهم باب الدعاء بكثرة المال مع البركة هذه كلها أبواب في صحيح البخاري مرتبطة بوحدة من الصحابيات وحدة بس اللي هي أم سليم تمام مرتبطة بأم سليم رضي الله تعالى عنها فضلا عن بقية الأحاديث أو المواقف التي حصلت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم التي نتج عنها استفادة علمية من العلماء والفقهاء سواء من تبويبات المحدثين أو من أحكام الفقهاء نتيجة مواقف حصلت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة فهذه يمكن أن ندرجها تحت التعلم ويمكن أن ندرجها تحت التعليم ويمكن أن ندرجها تحت عنوان العلم بشكل عام أي أن كان هي الفكرة كما قلت ليست في التدقيق الإصطلاحي وإنما فيما يدخل في هذا الدائرة هذه واحدة الآن أم سليم وهذه ليست كل الأبواب التي أخرجها البخاري في صحيحه لأم سليم لكن أنا حاولت آتي بهذه الأبواب التي كده فيها أحكام مباشرة أو استخدصاص أو نحو ذلك وإلا فهناك أبواب أخرى طيب المثال الرابع الخامس حرص الصحابيات على حضور مجالس العلم أو حضور دعنا نقول مقامات النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت مجلس علم أو موعظ أي أن كان جيد وهناك موقف لطيف وطريف أيضا قد لا يكون معروفا وهو في صحيح الإمام مسلم الحمد لله الواحد يحرص أكثر موقف من البخاري المسلم وكان في بعض الموقف طيب عن أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه قضية الحرص على العلم شوفوا كمان ارجعوا القضايا الكبرى كيف طيب إسمعوا الناس يذكرون يعني هي مه مصدقة مصدقة طيب مو صحيح صحيح طيب مين لقى الناس اللي كانوا يرون الصحابة كلهم عدول بس هي ما سمعت مباشرة تبغى تسمع تمام بالمناسبة هذه قضية كبرى طبعا لا يخفاكم عند الرجال والنساء لذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رحل رجل البخاري يقول في صحيح البخاري في معلق يقول ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهرين في طلب حديث واحد تمام طيب هنا اجهوا مسلمة يقول كنت أسمع الناس تذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فقلت الجار يستأخر عني قالت إنما داع الرجال ولم يدعو النساء فقلت إني من الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض فإيايا لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا هذا مثال على قضية الحرص على الحضور الشغف التعلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم إليك عني قال الرجال إليك عني أنا من الناس طيب مثال سادس عنوان من العنوين ضمن التعلم اللي هو المناقشة النساء مناقشة يعني يوجد عدة أحاديث فيها مناقش أحيانا المناقشة مناقشة استفصالية أحيانا مناقشة يعني خلنا نقول محاولة استجلاب مزيد من الخير من حديث ما لما قال ما من كنا برأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كنا حجاب لها من النار قلني يا رسول الله واثنتين قالوا واثنتين أحيانا المناقشة في قضية في استشكال نصوص معين تعرفوا مثلا من حوسب عذب يا رسول الله طيب حسابا يسيرة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة قالت يا رسول الله طب وإن منكم من لوارد وقال ثم ينجل الذين اتقوا وأكثر أهل النار بكفر يكون نقال يا رسول الله يعني إيش الكفر معنا السؤال في استفصال سؤال وكان سؤال دافع للعمل أنه يعني هذا عقوبة وهذا يعني شيء من الترهيب طب أنا إيش في حل في نعم تصدقنا واضح فالمناقشة هو عنوان من عنوين التعلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي المرأة طبعا أنا الله يعني على الجهل اللي حيقوله ها وهم اللي ناقشوا وحدهم طب ما كان في رجال يناقشوا لما تجد قوله حضور مجالس العلم طب ما كان في رجال يحضر مجالس العلم أنا أمس كتبنا أنه إيش يسمه حقوق المرأة اللاجئات والمدري إيش طب ما في لاجئين يعني اللهم اللهم لا شمات يعني من هذه العقول طيب إذن هذه هذه مجموعة من الأمثلة في التعلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة وواضح أن القضية كانت يعني كانت حاضرة وكانت قضية كبرى وكما قلت تتبع أمثلة الاستفتاء هذه كثير تتبع أمثلة الاستفتاء هذه كثيرة وتدل على المعنى و مما يثبته يليت يسجل أيضا يليت يسجل وأنا أشرت له في البداية لكنه مهم مما يثبت حرص النساء على التعلم مقدار ما تم من الرواية بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ينتظم قضية التعلم وقضية الدعوة وهذا وإن كان وإن كان يعني خلنا نقول متمثلا في مجموعة من الصحابيات أكثر من غيرهن فهو يعني حتى وإن كان في مجموعة من الصحابيات إلا أنه مثال يصح لهذا المعنى طيب المجال الرابع الخامس المجال الخامس مجال الامتثال والانقياد والعمل بالعلم وهذا المجال كما قلت هو من القضايا الكبرى التي كانت مشغلة وهذا صوره أشرت إليها في البداية أشرت مجموعة منها و يعني أنا لن أذكر أمثل الآن كثيرة لكن لو يتم الكتابة أنه كل ما ذكر من مواقف المؤازرة المسلمين والنصرة الإسلام و إلى آخر كله هذا هو من صور الامتثال بل من صور الامتثال العالية أنه امتثال فيه صعوبة امتثال فيه مشقة فهذا كله مثال آخر مثال آخر وهو مثال مباشر عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جوبهن شققنا مروطهن فاختمرن بها شققنا مروطهن فاختمرن بها هذا لذكر سرعة الامتثال والاستجابة دون التلك دون أنه ما كانت قضية ترى يعني أنه لما نزل تشريع الحجاب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت قضية أنه يعني طب إحنا كيف حنخرج طب إحنا كيف حناكل طب إحنا كيف حنمشي طبعا كيف حين طبعا كيف إلى آخر لا كانت رحم الله ونساء الأنصار لما نزلت هذا لا امتثال على طول امتثال وهذا طبعا له صور كثيرة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظمها تحريم الخمر لما نزل لما نزل هو كان تم تعرف الخمر يعني شيء تتعلق به النفس والروح تعلقا عجيبا لكن حصل طبعا بالتدريج ثم لما نزل التحريم قال أنس فأسيلة السواقي الخمر في المدينة كذلك مثال ثالث عائشة رضي الله عنها تقول كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس هذا الآن الغلس طبعا هو اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح و صلاة الفجر صلاة الفجر بالنسبة للمرأة خروجها خروجها بالنسبة يعني خروجها إلى المسجد في ذلك الوقت طبعا ما في كهرباء ما في نوار ما في كذا لأن حتى هي قالت عائشة تنتم بتحديث ثم يصرفنا إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس ما يعرفهن أحد من الغلس ظلمة و ومع ذلك حريصات على الحجاب متلفعات بمروطهن تمام وهذا الاستجابة يعني هي فكرة أنه الحرص حرص على المبدأ العمل أنا أريد أن أصلي في المسجد لذلك تعرفوا حتى أحيانا تأتي المرأة وأحيانا يكون معها أولادها تأتي للمسجد طيب هذا الآن عنوان من العنوان العناوية لأمثلة كثيرة ذكرت مجموعة منها أنوان سادس هو في يمكن أن نقول المطالبة بالحقوق مطالبة بالحقوق هذا كان من الأدوار أو من الأمثلة التي كان عليها المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ننبه هنا مرة ثانية أنو مو القضية أنو مطالبة الحقوق ها إيش في حقوق اليوم في حقوق الحرية المطلقة مثلا في كل شيء حتى لو كان كفر حتى لو كان إيش في كمان حقوق في مثلا الشدود مو هذا مو هذا الفكرة تمام؟ لا يصير لا يصير فكرة الحقوق يعني التطابق في اللفظ لا يؤدي إلى التباس في تنزيلها على الواقع وإنما الفكرة وحتى الحقوق هي الفكرة مو الحقوق يعني أنه أنا كنت مظلومة يعني أن النساء كنا مظلومات يلا خلينينا نروح نطالب بحقوق المرأة مو بهذا المعنى لا هي الفكرة وبالمناسبة وهذه فائدة مهمة جدا 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 أتمنى يعني تنتبهوا لها كويس إنه المطالبة بالحقوق أصلا هي كانت انعكاس للقضايا الكبرى اللي كانت تشغل المرأة واللي من أهمها العمل والاستجابة والمصرة الإسلام والمسلمين يعني المطالبة بالحقوق أحيانا يعني حتى كلمة الحقوق قد تكون كلمة تجوزية يعني يعني قلنا نقول المطالبة بالنصيب بما لهن بما يريدن بما يسعين له ومن جملته الحقوق من جملته الحديث الذي قبل قل يا رسول الله نريد أن نجاهد نرى الجهاد أفضل العمل لم تجعل لنا الجهاد الجهاد نريد أن نجاهد هذا المطالبة هذا الفكرة يعني فهمت الفكرة عينيه مو الفكرة أنه ما يسير في مطابقة هذه مفارقة كبيرة عن ما هو موجود في الواقع هذا مثال الأول المثال الثاني هو أيضا ما ذكر في التعلم اجعل لنا يوم من نفسك يا رسول الله غلبنا عليك الرجال اجعل لنا يوم من نفسك هذه مطالبة هذه مطالبة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يا رسول الله نحن نريد التعلم أيضا نحن نريد أن تخصنا أيضا بشيء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخصهن بشيء أيضا المطالبة في بعض القضايا الاجتماعية التي تحصل ليس في بعض الإشكال الموجود في التعامل بين الرجال والنساء خاصة في الحياة الزوجية اللي هو لقد طاف بآل محمد النساء يشتكين أزواجهن من ناحية الضرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أولئك بخياركم يتكلم عن الرجال ليس أولئك بخياركم طيب هذا أيضا مثال ثالث مثال رابع هو الذي يريد أن أقف عنده وإن كان هو يعني كما قلت كلمة الحقوق التوقع في التباس دعنا نقول المطالبة بما له النبي وهو مثال يستحق الوقف وقوف الطويل جدا لكنه سأمر عليه سريعا هو في صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال بضعه إما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشية بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا اللي كانوا هاجروا من وقت مك فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشية في من هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه جاي من البحر قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يضاف إلى تحمل وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف أو نخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بردى قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني وإنه ليستعيد هذا الحديث مني أخرجه البخاري ومسلم خرجه البخاري ومسلم هذا يعني شيء عجيب ويعني قصة فيها فيها يعني ترى هذه القصة حالها فيها كذا إطلالة على شيء من المجتمع النبوي ويعني حتى قضية أنهم ذكرنا في البداية التوازن بين التعقيد والإشكال والتشديد وبين المحافظة أنه فكرة أنهم يأتوني أرسالا يسمعوني هذا الحديث يمكن الآن في بعض الدوائر تمنع من هذا القضية أنه إيش اللي يجوا يسمعوا الحديث من عندها لا يأتوني أرسالا كلهم جوا يسمعون هذا الحديث مني وهي ومطالبتها وهذا الشاهد وحرصها وأنه لا بس لاحظوا إيش المحرك وإيش الباعث هي مو حق الآن دنيوي هي مي الفكرة هي الفكرة أنه الهم والبال والإشغال والغضب والتحرك وكل هذا ولا أكل طعاما ولا أشرب شرابا هو عشان إحنا مهاجرة إنت تقول إحنا هجرة هجرة هذه هجرة إحنا تعبنا في سبيل الله وتجي تقول نحن أحق برسول الله منكم إحنا أحق يعني قضية أنه مين أحق برسول الله يعني جيد ورضي الله عن عمر بن خطاب ورحمه طيب هذه مجموعة من الأمثلة ويوجد أمثلة أخرى أيضا دور السابع طيب خلنا نقول الناحية الاجتماعية الأدوار الاجتماعية هذا عنوان كبير وما أستطيع حقيقة أمر عليه أو أوفيه ولكن بلا شك أنه المرأة كانت حاضرة في الناحية الاجتماعية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بمختلف الأدوار والاجتماعية لا أقصد خاصة بقضية زوجية جيد وإنما الاجتماعية حتى في قضية مثلا يعني ترى مثلا حديث أنه كنا نداول مرضى ونرد الجرحى هذا شيء مما يمكن أن يدخل فيه القضية الاجتماعية وإن كان أساسه هو العمل للإسلام لكن أنا يعني أريد أن أدخل هنا بعض القضايا المرتبطة بالناحية الزوجية من ناحية المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية هناك عدة أمثلة تكشف عن بعض الجوانب جيد المثال الأول مثال ذكرته عائش رضي الله تعالى عنه طبعا هذا ليس في القضية الزوجية له علاقة من ناحية زوجية من جهة ولو علاقة من ناحية الاجتماعية من جهة أخرى وهو حديث في البخاري عائش رضي الله تعالى عنها ذكرت أنه كان في يوم العيد كان هناك بجموعة من السودان يلعبون بالحراب يلعبون بالحراب نوع من الألعاب بين قواثين الشعبية قالت عائشة فإما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال لي تشتهين تنظري جيد فأتت عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاضرة لهذه خلنا نقول الاحتفالية النشاط الاجتماعي أي أن كان ومع التأكيد على أنه قضية ليست بكثير من المسخرة التي تصير اليوم لكن أنا أقصد أنه حدث اجتماعي في المدينة أنه في مجموعة من السودان يلعبون هذه اللعبة تمام وأنه عائشة لها رغبة أنها ترى أو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه عندها رغبة أنها ترى فجعلها تشارك في المشاهدة لهذا الحدث حتى سألها النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرغتي أو نحو ذلك فانصرفت بعد ذلك رضي الله وتعالى هذا مثال مثال آخر وهو في قضية هذا يمكن حتى أن ندخل في القضية النفسية الاجتماعية ونفسية وهي امرأة ثابتة بن قيس هو حديث مهم حقيقة امرأة ثابتة بن قيس رضي الله وتعالى عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وتريد منه أن يحدث خلع من ثابتة بن قيس ثابتة بن قيس من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومشهود له بالجن فقالت يا رسول الله ثابت ما أنقم عليه خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام الكفر أني أكفر يعني العشير وفي رواية في البخاري ولكني لا أطيقه لكني لا أطيقه الآن على المستوى خلنا نقول على المستوى يعني من ناحية الأشياء الملموسة التي يمكن ما في مبرر ما في مبرر من ناحية أنه أنها عمل أو قالت لا ولكن هنا في قضية نفسية والتصريح بمثل هذا أصلا هو حالة من الحالة خلنا نقول الاستعداد النفسي للكلام بمثل هذه القضايا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشكوى في مثل هذه القضايا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها الخلع ولكن تردين عليه حديقته اللي كان أعطاها إياها هذا مثال أيضا في مثال مثال آخر وهو مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في المناسبات الاجتماعية وأحيانا تحدث مواقف في تلك المشاركات يكون فيها مثلا كلام أو مواقف عملية تحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض النساء الحاضرات يعني مثلا في البخاري قال عن سهر بن سعد قال لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تون إلى آخره فقدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه ناحية اجتماعية طبعا العلماء بعضهم قال هذا قبل الحجاب وبعضهم قال هذا بعد الحجاب ولكن باشتراط الستر وما إلى ذلك النووي مال إلى الأول وابن حجر مال إلى الثاني وقال قضية الستر وما إلى ذلك عموما القضايا الاجتماعية المرتبطة بوجود المرأة فيها كان وجودا حاضر لم تكن المرأة في ذلك الحال في حال هنقول المتأثر فقط وإنما أيضا يكون مؤثرا تكون مؤثرة طبعا ومن يريد أن يكون نزيها في هذا استباقا لإقتصاص المقاطع والتشغيب ومدايش من يريد أن يكون نزيها فأنا هنا أذكر أنه أنا جالس أذكر الآن مواقف جيد التأصيل بعدين لبعض القضايا كأحكام شرعية في مثلا خروج المرأة عمل المرأة مدري إيش هذا كله سيأتي إن شاء الله جيد أنا الآن سأذكر بعض المواقف الكاشفة عن بعض الجوانب في المجتمع النبوي سبحان الله كان في مثال لكن هذا التعقيب ضيع مني وكان مثال مهم في بالي لكن مع شي طيب أيضا خلنا نقول في من المرعان النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي أتت للمسجد ومعها ابنها وكان يعني يصرخ أو يبكي وقت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وإني لا أطيل وإني أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من صلاتي لما أعلم من وجد أمه على بكائه لما أعلم من وجد أمه على بكائه وهذا حديث صحيح في البخاري أو في مسلم طبعا هذا من جهة مراعاه نفسية ومن جهة مشاركة يعني خلنا نقول هي ليست هي حدث تعبدي ولكن اليوم يمكن أن يصنف أنه مشاركة اجتماعية وإن كان في الأساس هو قضية تعبدية طيب عموما في أشياء كثيرة مثلا خنساء بنت خدام زوجها أبوها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ثيبا وهي كارهة فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه من الأشياء بس هذا ضابط آخر في قضية نفسية لكن خلينا منه ومشكلة طيب في مواقف أخرى عندي مثلا مواقف في عمل المرأة خلنا نذكرها كم يعني مجال سابع لهو ثامن كعمل عمل المرأة أنه هل كان هناك أي مجال عمل تعمل فيه المرأة عمل أقصد مهنة يعني ما أقصد مع التنبيه مرة سابعة أنه عمل المرأة ليس المقصد فيه أنه بالضرورة يكون مثل عمل المرأة اليوم لازم يكون فيه أشياء متراعة إلى آخره لكن هناك جوانب كاشفة وقعت فيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه هناك أعمال يمكن أن تعملها المرأة أمثلة عملية مثال الأول أدري هو أظنه جابر بن عبد الله رضي الله فصحي مسلم يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها تمام فزجرها رجل أن تخرج مو من باب عدم خروج المرأة مو من باب العمل لا من باب أنه هي في العدة مطلقة وهي في العدة فزجرها رجل أن تخرج فآتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تعملي معروفا طبعا هذه فيها ضوابط فقهية بالنسبة للفقهاء في قضية الخروج في العدة بعضهم يشترط أن تكون نهارا إلى آخره ولي حاجة المهم أنه هذا حديث مثال على أنه كان عندها نخل وكان من عملها أنها تجد هذا النخل أيضا مثال ثاني أسماء بنت أيو بكر كانت تحمل النوى إلى أرض الزبير زوجها وحصل الموقف في الطريق رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحملها وقال تذكرت غيرت الزبير إلى آخره هذا مثال ثاني على عمل أسماء رضي الله تعالى عنها والمثال الثالث هو في صحيح البخاري أيضا أن جارية لكعب كانت ترعى غنما بسلع كانت ترعى غنما بسلع مثال رابع وهو مثال لطيف وجميل مثال لطيف وجميل وهو مثال زينب رضي الله تعالى أنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرع كنا هما سألنا زوجاته يا رسول الله أينا أسرع بك لحاقا أو لحوقا من أول وحدة رح تموت وتلحق بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطول وكن يدا فأخذوا زي المصطرة كذا أو العود يقيسون من أطول وحدة يد تمام والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد ذلك وإنما كان يقصد أكثر كنا صدقة وهذا استعمال في طول اليد بالصدقة قالت فكانت أطولنا يدا زينب وكانت تعمل بيدها وتنفق كانت تعمل بيدها وتنفق تنفق ورد في بعض الريات أنه كان لها عمل في قضية الجلود ودباغتها أو ما إلى ذلك إذن لم يكن هناك منع لقضية المرأة من أن يكون لها عمل معين ولكن بطبيعة الحال وبلا شك أنه لم يكن بالواقع الموجود اليوم والواقع الموجود اليوم معقد الكلام فيه يحتاج إلى اعتبارات متعددة اعتبارات متعددة كثيرة وليس هو الاعتبار حتى يعني لا من ناحية التشديد فقط ولا من ناحية التسهيل فقط وإنما اعتبارات متعددة لكن نحن الآن نريد أو كل الهدف هو ذكر شيء من حالة المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الآن مجموعة من المجالات ومجموعة من الأدوار ومجموعة من الأفعال أريد أن أضيف إليها مجالا وهو مهم جدا لكن يعني هو حقيقة راجع إلى مثال الانقياد والامتثال سيد يمكن أن يفرد ويمكن أن يكون تنبيه ويمكن أن يعني ينبه أنه المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه المجالات التي تعمل فيها كانت تحافظ على مقاصد الشريعة ومقاصد الإسلام في خلنا نقول في هذا الاستجابة وفي هذا الامتثال وفي هذا العمل في خاصة في الأماكن التي فيها الرجال فلم تكن القضية في المجتمع النبوي أنه ما يكون فيه تماث مع الرجال أبدا كان فيه تماث في عدة مواقف ذكرناها ذكرتها كثيرا من جملتها في العلم لما كانوا يأتونها فيسمعون منها الحديث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم والأمثلة الكثيرة ما يحتاج عيدها لكن هذا التماس ما كان يمنع أنه يكون في بعض الضوابط ومراعاتها والصحابيات كنا يراعينها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤسس لهذا حتى ما يصير حالة التماهي ما تصير حالة التماهي وأنه تعامل الرجل كأنه صديقة كأنه امرأة تلغي الفوات لا هو ترى في مساحة للتماس للتعامل للتفاعل ولكن هناك أيضا ضواط يعني مثلا في جانب العبادة والتماس في جانب حضور الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها هذا في مراعاة لشيء من هذا الضوابط جيد كذلك حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال طوفي من وراء الرجال وأنت راكبة أو من وراء الناس وأنت راكبة وهذا حديث يحتاج إلى تحرير يعني في بعض الألفاظ والروايات فيعني بس هذه إشارة سريعة قد يكون هناك بعض البحث الآخر فيه أيضا أنه في المسجد كنا ينصرفنا سريعا بعد الصلاة النساء أول شيء ينصرفنا يعني وكذلك مثلا في قضية المتلفعات بمروطهن قضية ولا يخضعنا بالقول إلى آخره فهي يعني خلنا نقول هذا التوازن الذي كان حاصل هو كان واحدة من أبرز المعالم للسعة وللضوابط في نفس الوقت واضح الفكرة يعني هي ميزة المجتمع النبوي أنه كان مجتمع في ساعة في ساعة يعني كانت المرأة لا تتكلف كثيرا من الأشياء لا تتكلف كثيرا من الأشياء وأنتم رأيتم هي المواقف تكشف لك يخرجوا معاهم في هذا يداون يتكلموا هنا تطلب هنا طب أعطينا يوم يكلمنا فيه درسنا فيه طيب كذا طيب ليش أنت تقول كذا أروح اشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أجيك أروح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم لما دخل بيت أم سليم وقال قتل أخوها معي ويعني حالة المجتمع كان فيها حالة ليست حالة العزل التام الذي يعني يعرف كأنك أنت حاط لوحات حمراء في الطريق من هنا الرجال من هنا النساء من هنا الرجال من هنا النساء في كل مكان في كل ليست هذه هي العقلية التي أو الإطار الذي حكم علاقة الرجال بالنساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو هذا وفي نفس الوقت لم تكن حالة السيولة التي لا ضوابط فيها يعني مثلا في صلاة العيد الرجال كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنساء كانوا في الخلف ما كان في حواجز ما كان في ستر ما كان في حتى في المسجد لكن في شيء من التمايز كانوا في الخلف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الكلام تجاوز صفوف الرجال وذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن وكان معه بلال وقال 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 وفعل جيد بلال لما مر وآخذ الصدقات ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تمر وتأخذ الصدقات وإنه هذا مشكلة كبيرة جدا لو قام الرجل ومر وأخذ الصدقات وعضح الفكرة يعني هي حالة حالة النبوية حالة فيها اتزان ويحتاج الإنسان أن يلملم أطرافها ولا يكتفي ببعض الأمثل لأنه ما من طرف من الطرفين المتنافرين اليوم تشددا أو تساهلا إلا ويستدل ببعض المواقف فطرف يكاد يغفل جوانب الساعة تماما حتى أنه يستنكر أن تقول أن تشتغل المرأة في الدعوة حسيبكم الله والله يا حسيبكم الله وكذا يعني بغيرة على الإسلام والمسلمين أن المرأة لا مكان لها ولا مجال لها أن تعمل إلا داخل البيت في أقصد في الناحية أن تربي بس تمام الله أكبر وكل هذا اللي إحنا ذكرناه كله يمسك ويرمى في البحر إيش الفقه الأعوج إيش الفقه الأعوج هذا جيد؟ هذا من الجهة والجهة الأخرى اللي أبدا تشوفوا النساء وقتا نفسهم كان في عمل المرأة طيب الآن في صيغة معين للعمل في مكتب معين في كذا أنه يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر الإسلام دينه اليسر طيب بس أنه هذا العمل يشترط أنه تترك الحجاب أو يشترط أنه هي تكون في مكتب واحد هي الحالة مع رجل وأنه يجلس طول اليوم ما يا أخي يعني أنت يعني لا تفترض في الناس السوء يعني لا تفترض في الناس السوء لا تفترض أنه هي إذا عملت يعني يعني أنت الآن ما عندك بنت هي تعرف أنها يا حبيبي ما هو كذا بس أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلونا رجل بامرأة إلا كانت شيطان ثالثة هما طيب يلا نحن عندنا نشاط محاضرة صفوف وخلايط اللي بيجلس هنا جنبه هذا رجال وحرما وجنب بعض وكلهم هذا طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل صفوف النساء في الأخير وكان يجعل صفوف الرجال في الأول يعني هي مو قضية الاقتداء بس هي الفكرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى وضع ضوابط قصد إلى وضع ضوابط بحيث أنه لأنه هذه الضوابط هي الفكرة ما هو قضية قوانين حرفية هي الفكرة الضوابط هذه تؤسس للمعنى تؤسس للمعنى لما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول خيره الصفوف كذا وفي الصلاة أيضا يجعل صفوف النساء في الخلف وفي العيدين يجعل هذا تأسيس لمعنى الضوابط إنه أنا ما أنسى قضية الضوابط أو إنه هي القضية يلا مدام إنه إحنا في عبادة سيب كل شيء وأترك كل حاجة هذا يعني خلنا نقول هذه إطلالة على شيء من حال المرأة في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وقضاياها الكبرى واهتماماتها لا شك أن الحديث يعني أن الحديث يتطلب أو لا يعتبر وافيا ويتطلب مزيدا ويتطلب كراما أكثر ويتطلب ولكن لعل فيما جاء وفيما طرح شيء من الإضاءة والإرشاد والإشارة فما كان في ذلك من صواب فهو من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقي وما كان من خطأ فهو من تقصيري ومن الشيطان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يسر أمورنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح حال المسلمين رجالا ونساء وأن يغفر لنا وارحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى الله وصحبه جميعنا